ممكن أن تصل معركة إلى كييف دون أن تتورط روسيا باحتلال مديد لأوكرانيا وأن تكرر سيناريو أفغانستان كما يأمل الغرب وخبراءه والاستراتيجيين اللي دائما خيالهم مش كتير خصب ويتخيلوا أنه ممكن خصومهم يقعوا بنفس الأخطاء باستمرار رئيس بوتين هو جزء من جيل من القاضي السياسي والعسكريين الروس اللي بيعتبره غزو أفغانستان الطريقة التي تمت فيها العملية والاحتلال المديد أنه كان خطأ استراتيجي كبير وأعتقد لا أعتقد أنه الخيالي الروسي بصدد تكرار مثل هذا الخطأ طبعا الهيئة الأركان الروسية بكل تأكيد لديها أكثر من سيناريو لأن الحرب لا ينحط سيناريو واحد لأي حرب واسعة النطاق كما تعلم السيناريوهات على الورق شيء وعندما تنقل إلى المعركة صاحة المعركة دائما فيها مفاجآت وفيها متغيرات وهذه الحرب هي حرب مع الناتو بالوكالي هي مش حرب مع أوكرانيا لذلك هو يعرف أنه بوجه في قواعاته لديها قدرات ولديها أيضا خطأ لذلك هو أكيد وضع مجموعة من الخطأ ومين السيناريوهات أظن أنه جزء من هذه السيناريوهات هو أنه أن يقوم بعملية عسكري واسعة هدفها الحاق ضرر أكبر ما يمكن من أضرار البنية العسكرية للجيش الأوكراني والبنى التحتية العسكرية ومن ثم من المحتمل أن يتراجع إلى المناطق اللي بيعتبر أنه فيها بيئة مؤيدة لروسيا اللي هي مناطق مش بس الجمهوريتين دوناتسكو لغانس ولكن المقاطعتين اللي هنا أوسع الجمهوريتين موجودين على جزء من أراضي المقاطعتين في قسم من أراضي المقاطعتين لا زالوا تحت سيطرة السلطة الأوكرانية من الممكن أن يتوسع البعض يقول حتى الممكن أن يوصل حتى لنهر نسيت اسمه النهر قرب خاركوف وأن ينشئ ما يشبه حزان أمني داخل أراضي أوكرانيا يعني عمليا تتقصب أوكرانيا وبيبقى في قسم آخر إذا استخدم كقاعدة لشن هجمات من الممكن أن يتعامل مع هذا الأمر من الناحية العسكرية ولدى روسيا قدرات عسكرية هائلة للتعامل مع حرب عن بعد يعني مع حرب عمليا عمليات قصف وتدمير لذلك بتقديري هناك أكثر من سيناريو ولكن ما عندي شك بأنه لا يريد التورط في احتلال مديد لأوكرانيا لكل أوكرانيا وبالتالي الوقوع في فخ تكرار تجربة أفغانستان أن يعرض قواته لعملية استنزاف ولحرب عصابات مش فقط سيقوم بدعمه الغرب سيشارك فيها سمعنا اليوم أن وزير الخارجي بريطاني مثلا قالت أنها ستوافق على ذهاب متطوعين بريطانيين للقتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا وهلأ في خبر عاجل الرئيس بوتين يأمر القيادة العسكرية بوضع القوة النووية الروسية في حالة تأهب قصوى نعم يبدو أن نفوت على سيناريوهات أبعد نحن بمرة أخرى هذه الحرب هي حرب مع الناتو بالوكيلة لأن الحرب مع الناتو بدأت منذ مرحلة ما بعد نيار الاتحاد سوريتي منذ أن بدأ الناتو يخطط للتوسع للوصول إلى حدود روسيا هدف الناتو هو خنق روسيا والتسبب مش بس إضعافة تفكيك إذا كان هذا الأمر ممكن لعب بأوراق الأقلية وفي تفاصيل كثيرة حتى عن شو كان يصير داخل روسيا مثلا حرب الشيشان الأولى كيف الغربيين كانوا دور بدعم المنفصالين الشيشان من خلال جورجيا في تفاصيل كثيرة بالوقت اللي روسيا كانت فاتحة أحد قاعدة العسكرية لدعم العملية العسكرية الأمريكية في أفغانستان بالوقت اللي كانت هناك تقارير استخباراتي روسيا حاولت أن تتقرب من الغربي كان في لدى روسيا ريهان بأن تصبح جزء من نادي الكبار الغربي اللي يحكم العالم ولو من موقع أدنى ولو من موقع الشريط الأضعف ولكن كانت بفضل تكون جزء من هذا النادي على أن تكون خارج هذا النادي وأن تستهدف ولكن الغرب لم يشأ أن يدخلها إلى هذا النادي من ممكن نقول نفس الكلام عن الصين ما ننسرحنا أن الصين بعد 72 أصبحت شريك للغرب في مواجهة الاتحاد السوفيتي وقفت الصين بالتواجهات الستراتيجية الكبرى ضد الاتحاد السوفيتي مع الولايات المتحدة ولكن بعد نهاية انهيار الاتحاد السوفيتي أصبحت الصين أيضا مستهدفة فبدأت تستعد بهدوء وبصمت للمواجهة مع الغرب فكل هذه القوى أملت أن تكون جزء من نادي الكبار ولكن لم يشأ الغرب أن يدخل هذه القوى إلى نادي الكبار بل بدأ باستهداف هذه القوى وبتطويقه ومحاصرطه فرض عليها المواجهة فرضا ولكن فرض عليها المواجهة بلحظة هو عم يتراجع واحد اثنان فرض عليها هذه المواجهة دون أن يمتلك الرؤية الستراتيجية الصحيحة الذي كان يمتلك أيام المواجهة مع الاتحاد السوفيتي اختار الغرب أن يتفاهم مع الصين ليواجه الاتحاد السوفيتي بينما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ظن الغرب أن باستطاعته أن يواجه روسيا والصين في الآن معا في الآن نفسه وهذا أكبر خطأ استراتيجي ارتكب أدى إلى تقارب دولتين يعني كوتين عزميين لم يكن بينهم ثقة وفي بينهم مشكلات وتناقضات وإلى آخر تقاربوا انتقلوا من التفاهم والتعاون بالحد الأدنى إلى الشراكة إلى ما يشبه الآن تشكيل محور استراتيجي في مواجهة الغرب كل هذا بسبب سياسة الغرب سياسة الغطرصة والسيطرة واعتبار أن باستطاعة الغرب أن يسيطر على العالم وأن يغير وأن يعيد صياغة مناطق بعينها من العالم كما يشاء ليس فقط أن أعادوا صياغة البيئة استراتيجية في أوروبا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي لم يكن لديهم مشاريع لعادة صياغة الشرق الأوسط دمروا المنطقة بسبب مشاريع يعادة صياغة الشرق الأوسط الغرب يتصور بمقدوره أن يستمر بالسيطرة والتحكم ببقية أنحاء العالم كما فعل خلال 500 عام الماضي ولكن العالم تغير